في ضوء إطلاق رئيس أسيسي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تنظم وزارة التنمية المحلية الأسبوع المقبل دورة تدريبية لإعداد مدرب متخصصين في مجال حقوق الإنسان ويستفيد من هذه الدورة 27 متدربا من جميع المحافظات من جانبها أوضح وزير التنمية المحلية محمود شعروي أن الأنشطة التنموية والمبادرات التي تنفذها الوزارة وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة ومشروعك وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وصندوق التنمية المحلية وأياد مصر تصب في خانة التمكين الاقتصادي والنهوض بأوضاع الأسرة المصرية ضمن المفهوم الأشمال لحقوق الإنسان مشيرا للمشاركة الوزارة بتقرير عن أنشطة حقوق الإنسان في المحافظات وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان